السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله وبعد أيها الأحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا الليلة عن مفهوم المساواة بين الذكر والأنت أو المساواة بين الرجل والمرأة نتحدث عن هذا الموضوع على هامش النقاش الذي يجري حاليا في مواقع التواصل الاجتماعي وفي دوائر حكومية وفي عدة قطاعات حول المدونة المرتقبة التي سوف يشهدها المغرب إن شاء الله تعالى بعد حوالي ستة أشهر ومن القضايا التي تثير النقاش قضية المساواة بين الرجال والنساء هذه المسألة هي قديمة قدم الإسلام وقد طرحت منذ زمان بين الذين يدعون إلى التغيير والإصلاح ويبدو أن النقاش دي المدونة من المرتقب أنه سوف يفرز وحد التنظيم مجتمعي غد يلقوا عندنا تيارين عظيمين غد يقوم بتأطير المشهد المجتمعي تيار الأول هو التيار الديني أو يطلق عليه التيار المحافظ أو القوة التقليدية والتيار الثاني هو يسمي نفسه بأنه تيار الحقوقيين الذين عندهم مرجعية كونية فنحن الآن خلال هذه المناقشة دي المدونة غن يتم إفراز داخل المجتمع المغربي مكونين كبيرين المكون الأول اللي هو عنده مرجعية إسلامية الشريعة الإسلامية واللي كيسموه الآخرون بأنه تقليدي إصلاحي والتاني اللي هو عنده مرجعية كونية وكيسم بنفسه أنه حقوقي ما هي أهم القضايا التي تتار حول حقوق المرأة وحول حياتها وحول ظروفها أول مسألة هي مسألة القوامة القوامة واحد المجموعة كبيرة من النساء الحققية كتعتبر بأن هذه المسألة لا بد من المراجعة في القرآن العظيم نقرأ قول الله تعالى الرجال قوامون على النساء الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فهذه المسألة للقوامة واحد المجموعة كبيرة من النساء يقول لك لا بد أنها يوعد فيها النظر لماذا؟ لأن المرأة أيام زمان لم تكن تشتغل وكانت تقوم فقط بأمور البيت أما اليوم في العصر الحاضر المرأة عندها مشاركة قوية إما موظفة إما مهندسة إما وزيرة إما برلمانية إما تاجرة إما وإما فهي عندها واحد المدخول وكتساغن في الأسرة ولهذا قضية القوامة لابد فيها من مراجعة هذه أول نقطة يتم نقاشها الأمر الثاني هو الصيغة دي الطلاق المعطات للرجل يعني علش الرجل هو اللي عنده هذه الصيغة ولو أن المدونة في 2006 حاولت أنها تعطي قيود للرجل ولكن يقيق بقى دائما الرجل هو اللي يطلب زواج وكتصدق ومن بعد الصيغة الطلاق تعطى للرجل المسألة الأخرى التي يثار فيها النقاش هي مسألة تعدد زواجات رغم أن المدونة في 2006 قيدت هذا الامتياز له تعدد زواجات ولو أن القرآن الكريم يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء متنى وتلاثة وربع وطبع الفقهاء يقولوا بأن هذه لظروف خاصة إما عدم الإنجاب وإما المراض وإما وإما بالزبز الأسباب مش مفتوحة على عواهدها فهذه أيضا فيها نقاش والمسألة الخطيرة التي تثير ربما الكثير من الغضب عند التيار الإسلامي أو ما يسمى بالتيار المحافظ أو التقليدي هي المسألة للإرض المطالبة بالمساواة في الإرض يعني تعدد زواجات يقولوا بعض النساء من بطلوه هذا الأمر ما يبقاش يعود الرجل كي تزوج مرأة واحدة فقط أو نسمح للمرأة كذلك بأن تعدد الأزواج كما يسمح للرجل بتعدد الزواجات أو الزوجات كذلك المرأة يسمح لها بتعدد الأزواج لا يمكن لأن الرجل يقدر تعدد النسل غدا عرفوا شكو باهو شكو مبو لكن المرأة يقدر تعدد الأزواج مرأة واحدة مزوجة بأربعة الرجال هذا كل الولد اللي غدت ولده ولد من لمن ينسب وقاضية صغة الطلاق المعطاة للرجل لماذا لأن معلوم أن المرأة يعني كتجيها واحد ظروف خاصة بحل إدم الحيض بحل النفاس كيوقع له تغير هورموني وكي تكون سريعة الغضب وإلى تعطالها الامتياز للطلاق ربما أي لحظة غضبات من الرجل تقول لي أنت طالق لكن الرجل هو صعيب عليه قل المرأة أنت طالقة صعيب عليه لأنه دائما ما كي مرسو بالمرحلة للحيض أو للنفاس أو بعض تغيرات الفيزيولوجية فهذه مسائل يتارف فيها النقاش لكن مسألة للإرث اللي كل ما ذكرت فيها أرقام حسابات مذكورة في كتاب الله تعالى للذكر مثل حض الأنتيين وهذا أعطى الله السدس ودعطى الله ثمن وهذا أعطى الله الحجب حجب حرمان أو حجب نقصان وهذا أعطى الله تعالى التعصيب هذه المسائل هي مضبوطة بشكل دقيق في الغالب فأي تغيير لها بدعوى المساوات في الإرث بين الرجال والنساء غد يقع فيها النقاش رغم أن كل هذه القضايا رهية لا تظن أنها جديدة هذا النقاش هذا ماشي جديد هذا النقاش قديم اللي يقرأ التاريخ الإسلامي غد يلقى في محطات كثيرة من التاريخ الإسلامي ووقع نقاش وحوار دوماً بين من يسعى إلى التجديد وبين من يحافظ على الموروث وهذه قضية هي لشكلتنا ما يسمى في الفقه الإسلامي أو في أصول الفقه أو في مقاصد الشريعة ما يسمى بالانضباط ما بين ما هو ثابت وما هو متحرك العلماء دي المقاصد منهم الإمام الشاطبي بسبب هذه النقاشات غد يعطينا واحد المفهوم جديد للشريعة غد يقول لك الشريعة فيها التابت وفيها المتغير وفيها دائرة الفراغ التشريعي فالتابت هذا لا يمس هذا من أساسية الدين والحياة والمتغير يتغير حسب الظروف كل زمان وكل واقع عنده عنده الظروف دياله يتغير والفراغ التشريعي دائرة الفراغ التشريعي هذه دائرة ربنا سمها دائرة المباح يعني الإنسان يفعل فيها ما شاء فباش نفهمو هذا النقاش إلى قرن أصول الفقه وأصول المقاصد غد القو بأن هذا النقاش سهل استيعابه ووضع كل مستجد في الخانة عندنا ثلاث خانات دائرة الثوابث لا تمس دائرة المتغيرات دائما في الحركية والتغير حسب المصلحة ودائرة الفراغ التشريعي هذه دائرة المباح هذه هي حرة الحرية يفعل مشاء لأن الإسلام هو لم يأتي للعرب هو أتى لكل الأقوام بل لكل الأزمدة فلهذا لم يكن قالبا محددا ما نقولش الإسلام كما بعض يقولك إسلام المغربي والإسلام السعودي والإسلام الماليزي والإسلام التركي والإسلام الأمريكي هذا كل كلام فارغ إسلام واحد لكن ربنا عز وجل لأنه وضع لنا ما يسمى بدائرة الفراغ التشريعي لفالحرية يعني كل بلد وكل قوم يفعل ما يشاء حسب تقاليده وأعرافه ومصلحته في كل زمن مكان هذا هو الذي يضمن الصلاحية للإسلام والشارعة الإسلامية أنها متطورة وأنها قابلة لإدماج وأن هذا النقاش هو نقاش ماشي جديد لا يصنبون لا نشعر به بإزاز وأنا أتابع التعقيبات والردود لكن في مواقع التواصل الاجتماعي كتلقى وحد نوع من الانفعال الشديد وكأن هذا أمر جديد لا تقديم نأخذ مثلا المسألة المطالبة بالمساواة في الارت بين الرجال والنساء أول بوادر لهذا الأمر متى مدأت ماشي في القرن العشرين مدأت عند نزول الوحي لما نزل الوحي على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بدى النقاش لما نزلت سورة النساء في قوله تعالى ولا ولنا نصف الميرات هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بدأت تتسأل يا رسول كيف الرجال يغزون بالك يغزون الغزو فيها الغنائم فقد يغتني الإنسان بالغزو والمرأة لا تغزو تبقى في بيتها فالرجل يغتني ولكن لما يأتي الميرات المرأة تأخذ نصف الميرات فتسألت أم سلم علاش هذا بني انه مش عدل مش مساوة فنزل قول الله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعدكم على بعض للرجال نصيب من ما اكتسبوا وللنساء الله من فضله ان الله كان بكل شيء علم يعني يخبر ربي عز وجل أم سلم ومن على شكلتها رب لا تخفى علي خافيا ان الله كان بكل شيء علم عارف اشغل يوقع في التغيرات دين المصالح دين الناس دين الشارع الاسلامية بيقول شو وحدك يقول لك تفهموها بفهم تاريخي تسمع بعض المتدخنين في التيار ما يسمى التيار الكوني او المرجعية الكونية الحوقية يقول لك اي هسيني اي ركاد هاتشي للذكار مثل حض الانتايين ولكن كان ايام زمان ايام زمان اما اليوم فتغيرت المعادلة ولكن ان فهمنا الاسلام بهذا الشكل سقطه فيما يسمى بالفهم التاريخي للنصوص الدينية وبعد ذلك كانت قلوب حال الحالة وبالما سيقوم لقرآن كل كل كان كتاب تاريخي يعني غير تضع في المتحف يعني لا لسا لا علاقة بالحياة هنا العلماء يقولوا بان لابد اننا نميز ما بين التابت والمتغير واحتقدت شهادة لما دزل قول الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احدهما فتذكر احدهما الاخرى هناك القول ايضا اعترض بعد صحابيات صحابيات اعترض على شهاد القضية للرجل شهادته تعديل شهادة برأتين كان الامام مالك رحمه الله من الذي يقول في القضاء يقول اين الشهود فيأتي الرجل يقول الشهد تاني فتأتي برأة فيقول المرأة اين المرأة انت واحدة خسججوج لان شهادة رجل تعدين شهادة مرأتين يقول اين الشهدة واين المفكرة اين المفكرة قالوا 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 لان لان الشهدة امام القضاء شي حاجة كبيرة رأى المرأة قد تدخل غير المحكامة وتفق امام القاضي وغتشوف الشرطة والمخزن كليك تخاف كتشعر بواحد نوع من رعشة كتشوف المشهد رهيب وخصوصا لكت المرأة هي اصلا خايفة وخصوصا اذا تزامن الامر مع الدورة الشهرية وكذا عند التغيير في الهورمون لهذا الامام مالك يقول اين الشهدة واين المفكرة تقدر هاد المرأة ربما نمارس عليها الضغط او نخوف ها تخاف نغيار لهذا تكون مراتين معها تفكرها وتذكرها نفس الاشكال طرح ايام زمان وكي بقى دائم هالنقاش لهوية المساوات من المرأة والرجل عبر التاريخ القينا بعض اهل العلم يقول لك نعم يسيلي ينبغي ان نؤمن بان هناك فوارق بين الرجال والنساء هناك فرق من الذكر والانت وقالوا بان هذا الامر اذا ارجعنا النصوص الدينية اشغل القو مثلا قول الله تعالى يقول وليس الذكر كالانت وليس الذكر كالانت هدك استدلوها بها بعض الناس يقول لك هده دليل على انك مفارقة بين الرجل والمرأة لكن علماء التفسير يقول لك لا فهم الاية في اطار السياق والصباق واللحاق دائما عندنا دلالة السياق عندنا دلالة الاقتضاء عندنا دلالة العبارة دلالة الإشارة هذه دلالات علم الدلالة هذا علم كبير اول مدخل من مداخل علم اصول الفقه فهذه الاية وليس الذكر كالانت هي من قول الله اي نعم لكن هي في الاصل من قول مريم العذرة قالت اني وضعتها انت جملة اعتراضية وليس الذكر كالانت حسب مفهومي السيدة مريم العذرة عليه السلام وحسب مفهومي مجتمعها ذلك المجتمع اللي كان ايام زمان كان يؤمن بالفوارق بان الذكر ليس كالانت لانك بعض الوظائف الدينية كيقوموا بها الذكور يعني كيكون حزان او كيكون راهب او كيكون حبر او كيكون امام او خطيب خسيكون ذكر بيكونش انت لماذا؟ لان هذا الوظائف لا تليق بالانت المرأة لها امام ولا خطيب وبدأت تسلي بالناس وذيك اللحظة وهي تسلي بهم جهة العذر الشرعي جهة الدورة الشهرية تبطل صلاتها وتبطل صلات المصلين لها ذك وظائف خاصة فقالوا وليس ذكرك الانت ثم استدلوا ايضا بان الفوارق من البيجال والنساء في ايات كثيرة منها قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم قالوا ماذا بربي قالك للرجال عليهن درجة يعني ليس ذكرك الانت وان كده العلماء قال لك هذا الدرجة الرجولية يعني الى وقع اعتراض بانمروا رجول شكرا غير تحمل المسئولية يتحملها الرجول وللرجال عليهن درجة الى كان وحد الضرر غد يقع بانمروا رجول شكرا غير تحمل الضرر يتحملوا الرجول لان الرجال عليهن درجة هذا هو المقصود يعني احتل ولادك الى عندك داكر وانت عندك وليين ابلية وعندك وحد المتاع غتعطيها لهم غير قبل القسمة شكرا غد تسبق تسبق الرجول الدكار الولد ولا تسبق الانت يقول الفقهاء تسبق الانت الولد يصبر وللرجال عليهن درجة بالصبر مش بالشرف والعزة والكرم يعني بالصبر وتحمل المسؤولية ثم قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم يعني ان التفضيل للرجل المرأة فاش في القوامة انه يعطي يكفي ان من شرف المرأة انها هي المرغوب فيها الخاطب هو لك يجدو قلبا هو لك يقول لهم انا جيطال براغب بغي نزوج ويقبلوه او يرفضوه ثم بعد ذلك الى قبلوه خصوه لابد يجيب لوازم للخطوبة هو لك يجيب التميس ولو خاتم من حديد واولم ولو بشات خصوه هو لك يجيب الدهام والدهاز والدبيحة ثم يعطي الصداق هو ليعطي الصداق ماشي المرأة وخاء بعضهم سوف يستمتعوا بالآخر ولكن الصداق لدى المشألة تمت في المناقش كان سمعوا على مواقع التواصل الاجتماعي قال لك إلا بغي نديروا بحل الراجل بحل المرأة غادي نديروا لهم عود 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 مقابل نص عود يعني غادي نديروها كاملة نديرو المساوات كاملة يعني الراجل ببقاش يخطب المرأة هي تخطب الراجل وهي الجميل الخاتم الدبليج وهي تعطي صداق ومن اللي يمشي ويتعشاو في شغي ستوغو يشيرو ببيزا هي النص هو النص ومن اللي يجي للفاترة دي الماء والكهرباء تخلص شهر وشهر يعني غادي نعود في واحد المسألة دي السلطاج البطلوب هو أن الراجل هو اللي عنده القوامة هو ملشكرة الراجل هو ملجيب هو اللي راغب في المرأة هو اللي يحميها هو اللي ينفق هو اللي يتعم رغم أن المرأة عندها المال يلها فلا بد أن يبقى الذي يتحمل المسؤوليات هو الرجل ولكن شيء واحد خصوص مر هو الرجل وإلا فإن الأصل هو أن هناك المساواة من المرأة والراجل هي في النحية الكونية هم متساويا يعني هذا نقاش فكري ربما قد يزيغ عن هدفه فالأصل أن المرأة والراجل متساويا متساويا في الإيمان متساويا في أصل الخلقة في حق الحياة في حق الكرامة ويكفي أننا إذا رجعنا إلى نصوص القرآن العظيم نحن دائما نحتكم إلى الدستور الأعلى لهو القرآن الكريم ماذا يقول آيات كثيرة كثبين بأنه لا فرق من الرجل والمرأة بحال بحال لما يقول الله تعالى مثلا والمومنون والمومنات بعضهم أولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله يعني ربي جمع كل شيء والمومنون والمومنات بعضهم أولياء بعض لما يعطي الأسبقية للرجال ولا للنساء جعلوا بحال بحال يتساويان أيضا في التكليف الشرعي التكليف وكذلك في الجزاء الأخراوي بحال الرجل بحال المرأة ربي ما غير يميز هذا الرجل ندخل الجنة وهذه الأمر نقف الحسام أبدا وهذا الرجل ونعطيه الجزاء زائد البلاد ناقص أبدا بحال كما قال الله تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنت بعضكم من بعض أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنت بعضكم من بعض بحال الله سبحانه وتعالى لا يميز بين الرجل والمرأة بحال الاخرة كيقلنا الجزاء للجميع وعلى الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأظهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن بحال بحال وعلى الله المؤمن والمؤمنات ليس هناك تمييز عند الله تعالى ولما يكون هناك أمر للشريعة الإسلامية معروف أن الرجل المرأة المؤمنين بحال بحال كيصبقوا لرفع راية الإسلام ونصرة الشريعة كما قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فبحال بحال الرجل في نصرة الشريعة وفي العمل بسنة المطهرة للنبي الكريم بل ويتساويان في الجزاء وفي الحدود بحال بحال الصارق والصارقة فاقطعوا أيديهما عند الذنوب العظمة بحال الرجل بحال المرأة الصارق والصارقة وفي تكلم الله على الزينة قالوا وزان يتو وزاني فاجلدوا كل واحد من جلدة احتقلوا العلماء لماذا ربو نهدى صبق الرجل قال الصارق والصارقة فاقطعوا ايديهما قطعوا اليد طبعا العلماء قالوا من من قال المقصود به هو غير العقاب من من قال هو الصارق صارق لأنه فقير ومحتاج يحتاج إلى العطاء تقطعوا يده بالعطاء من من قال ربما لأن أيام زمان لم يكن هناك سجود وكان الحل هو هذه العقوبة الشديدة لأنك ترتب على المجاعة المهم لك يسمق وكي يمدده هو الرجل الصارق والصارقة احتفر رشوة معروف بأن النسبة اللي كي يخذوا الرشوة في الإدارات والمؤسسات هي عند الضكور أعلى بكثير من داعنا النساء قليل تلقى شي مرة كتأخذوا الرشوة النساء كي يشعروا بالخوف والحياة ما يقربوش لكن الرجل عنده جرأة أكثر ففي المال الرجل هو النول الصارق والصارقة وفي الزيناء قال الأكس الزانية والزاني فاجندوا كل أحد من أجلنا لماذا قال الزانية لأن الرجل إذا شف المرأة محتشمة عمرو مقرب لها شفها محتشمة وعينها فالحياة ما يزعمش عليها ولكن إذا شفها هي اللي كتطعي لإشارة الأولى كتزين كتبتسم كتدر حركات معينة أنك ساعده وكه يكون عنده الرغبة في ذلك فيقع في الخطيئة لهذا ربي صبق والزانية والزاني فهناك المساواة العامة بحال الرجل بحال المرأة يتساويان في كل شيء في أهل التصرفات في التعاقدة المالية كل واحد له شخصية قانونية مستقلة بذاته المرأة لها الكامل الحرية أنها تبيع وتشتري والدير الهيبة والوصية والإيجار والتوكيل والرهد والشراء كل تصرفات بمعنى أن أن كل واحد له أهلية مستقلة ومنذلك يتساويان في هذا الأمر للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا الموضوع الطويل ودو الشجود قضية المساواة دائما مش جديدة في هذا العصر هي قديمة جدا بدأت مع الصحابيات رضي الله عنه وكانوا كيسون النبي الكريم لماذا كذا ولماذا كذا فكان ينزل القرآن العظيم يجيب باختصار وبعمق ولكن أحيانا كنت جي الآيات بأن المؤمن أنه ينبغي أن يخضع للشريعة الله ولا يجادل ولا يناقش هذا من صفات المؤمن أنه لا بد يخضع لأمر الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم سيد النبي صلى الله وسلم رب الجيل القرآن اللي كان في زمنه على هذا المبدأ أي نعم نحن نتلقون العناد للعقل من أجل أن يفكر ومن أجل أن يحلل ومن أجل أن يناقش هذا مطلوب لكن لما يكون هناك نص قرآني صريح في كتاب الله تعالى يفهمه العلماء لعندهم قوائد اللغة العربية ويدرسون أسباب النزول وأسباب الورود والسياقات والصباقات واللحاقات وأمر التنزيل وفقه الواقع وفقه الأولويات والموازنات عندهم الدرايا العلماء يعني هذا النص القرآني تابت لا زيادة ولا نقصان رباء النبي الكريم صلى الله عليه لمسى صحابته والأمة اللي كان من بعده لما يكون هناك نص شرعي واضح في القرآن يعني الكل يلتزم مقتضى هذا النص وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم يعني إحنا كنت نغلق الكلام الله تعالى ما عدا هذا المجال مفتوح للنقاش والتغيير والتبديل حسب المصلحة بما يناسب كل عصر وكل قوم وكل جمع نسأل الله تعالى أن يوفق المسؤولين على هذه المدونة التي سوف تخدر النقاش الطويل والعرن أن يوفقهم المولى عز وجل للصواب ويوفقهم لما فيه المصلحة للأسرة التي هي مكونة من زوج وزوجة وأبناء وعائلة كبيرة هذا هو المقصود المقصود العمل بالمقاصد مقاصد شريعة المقصود أي تغيير يحافظ لنا على استقرار المجتمع ويحافظ لنا على سعادة الأسرة هذا هو المقصود والعلماء هم يفكروا هم يشتهدوا يوضعوا أمامهم هذي الهدفين الاثنين أول حاجة الأسرة تكون مستقرة تكون سعيدة والمجتمع يكون مستقر ما تعج في الفوضى ويتشكون له في رعاية الله تعالى نسأل الله أن يوفق الجميع والموضوع للنقاش أرقامنا أيها الأحباب الكرام مفتوحة في وجه الجميع كلا هذا أرقامنا 05-22-88-0060 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52 السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله لنا دعيني 3 3 3 3 15